وفي كلمته خلال احتفالية ليلة القدر وجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب نداءاً لوقف الاقتتال وسفك الدماء دعياً الله أن يكشف عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع ما نزل بساحته من حروب وأقحت ووباء وغلاء أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم وللأمتين العربية والإسلامية ملوكًا ورؤساء وأمراء وقادةً وشعوبًا بخالص التهاني وأضيب الأمان وأصدق الدعوات بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير والبركات وأن يكشف عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته وساء به صباحه من حروبٍ وقحضٍ ووباءٍ وغلاء ترجمة نانسي قنقر